ألعاب حصرية من مايكروسوفت واستحوذات جديدة من بلاي ستيشن ومايكروسوفت وسبب انتهاء قصة God of War في جزء راقنا راقنا كل هذا وأكثر ستشاهدونه في فقرة الأخبار إشائعاً، مايكروسوفت ستطلق SSD بسعة 500 جيجابايت للأكس بوكس سيريوس S والأكس بوكس سيريوس X يضم جهاز مايكروسوفت في المنزل الجديد الأكس بوكس سيريوس X واحدة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت وبسرعة قراءة توصل إلى نحو 2.4 جيجابايت في الثانية أما جهاز الشركة الاقتصادي الأكس بوكس سيريوس S فهو يأتي مع وحدة ذاكرة بسعة 500 جيجابايت والشركة توفر واحدة تخزين خارجية بالتعاون مع سي جايت بسعة 1 تيرابايت وشكل مايكروسوفت في الطريق لتوفير خيار آخر بحسب تقرير جديد الموقع الفرنسي أكس بوكس سكواد أكد في تقرير جديد أن مايكروسوفت تجهز لطرح SST جديد لأكس بوكس بسعة 500 جيجابايت وأن هذه الذاكرة ستوصل إلى الأسواق في نوفمبر القادم على أي حال تبقى هذه الأنباء في بند الإشاعات حتى تعلن مايكروسوفت عن ذلك رسمياً إذا كان حقيقي أو لا قصة God of War الحالية ستنتهي في جزء راغنراك لا شك أن لعبة God of War راغنراك هي من أكثر ألعاب انتظاراً لمحبي السلسلة وبالنسبة للقصة الجديدة التي تمحور حور كريتوس وولده أتريوس مع المعستقادات الإسكندنافية فأكد مخرج اللعبة كوري بارلوك أن قصة اللعبة ستنتهي في جزء God of War راغنراك وما ستستمر إلى الجزء الثالث وهذا سبب أن تطوير هذه الألعاب ياخذ وقت طويل جداً يمكن يوصل إلى 15 سنة لو كان ثلاثية وهذا يعتبر كثير جداً على كوري بارلوك واللعبة ستأتي إلى جهاز بلاي سيشن فور والبلاي سيشن فايف في وقت لها لعبة Gran Turismo 7 المنتظرة ستستخدم تتبع الأشياء عليه ريت رايسينج لكن بشكل محدود جداً لعبة السباقات والمحاكاة Gran Turismo 7 على بلاي سيشن فايف والبلاي سيشن فور ستصدر في شهر مارس من العام القادم 2022 وفيما يتعلق بنسخة الجيل جديد من لعبة بلاي سيشن فايف فالنسخة راح تستخدم تقنية تتبع الأشعة أو الريت رايسينج إلا أن التطبيق فيها راح يكون محدود جداً في الواقع تطبيق تتبع الأشعة في Gran Turismo 7 راح يقتصر فقط على الإعادة وخارج السباقات الأساسية إلا أن اللعبة ما راح تستخدم هالتقنية خلال اللعب كما أكد مبتكر السلسلة كازوني ياموتي في لقاء مع أحد مواقع الألعاب اليابانية وأيضاً في خبر ثاني متعلق ب Gran Turismo 7 أنه راح تقدم معها تغييرات التقس الواقعية والفرق بين النسخ هو الدقة الوضوح فقط وقال كازونوري ياموتي قائد فريق التطوير مبتك للعنوان خلال مقابلة جديدة تحدث فيه عن بعض عناصر اللعبة القادمة منها تغييرات التقس واللي أشار بأنها راح تكون واقعية باللعبة ومختلفة حسب الظروف بخصوص الفرق بين نسخة بلاي سيشن فايف والبلاي سيشن فور من اللعبة فالنسختين راح تكون فيها كافة المزايا والأطوار والاختلاف الوحيد بيكون فقط في دقة الوضوح هل يعمل حالياً فريق كوانتك دريم على لعبة ستار وولد جديدة؟ من يوم ما أنهى فريق التطوير الفرنسي كوانتك دريم تعاقده مع سوني وهو يعمل على لعبة فيديو جديدة كلياً لكن إيش هي هذه اللعبة؟ هناك توقعات أنها قد تكون لعبة جماعية بشكل ما أو أنها تضم طور جماعي على الأقل مع طلبات التوظيف الأخيرة من الستوديو واحد عالمياً قام بنشر التغريدة والذي يمكن تشوق إلى مشروع الأستوديو القادم ولعبة ستار وورس جديدة رصد تجميعة ألعاب كاسلفينيا أدفانس كوليكشن لجميع الأجهزة رصدت منظمة التقييم العمري في تايوان ثلاثية ألعاب كاسلفينيا أدفانس كوليكشن من شركة كونامي اليابانية للحاسب الشخصي وأجهزة بلايسيشن فور والإكس بوكس وان والنيتن دي سويتش هذه الألعاب ستضم إصدارات سيركل أوف دمون هارمونيوف ديسونس والإصدار الأرواع بين الثلاثة آريا أف سارو الحين ما علينا سننتظر الإعلان الرسمي لها من شركة كونامي واللي نتوقع سيكون في توكيو جيمشو القادم إشاعة مايكروسوفت على وشك الإعلان عن استحواذ ضخم قادم بدأ عدد معلاميين ومسربي الأخبار التشويق الإعلان استحواذ ضخم جديد من مايكروسوفت خلال الأيام أو الأسبوع القادمة أسماق قوية بتسريب الأخبار توقف خلف هذه الإشاعة واللي يبدو أنها قريبة جداً من الصحة هل تصدق شائعات استحواذ مايكروسوفت على سيغا تكتو أو أي شيء ما سمعنا من قبل بالتسريبات اكتبوا تحت بالتعليقات سيغا تستعد الكشف عن لعبة RPG جديدة كلياً في معرض توكيو جيمشو من خلال موقعها الرسمي لمعرض توكيو للعاب هذا العام أعلنت شركة سيغا عن نيتها الكشف عن لعبة RPG جديدة من الشركة عبر بثها الخاص المعرض بأول أيامه بنهاية شهر سبتمبر الحالي سيغا رح تتواجد بالمعرض برفقة شركة أطلس لاستعراض ألعابهم وتم ذكر لعبة RPG جديدة بكونها من قسم سيغا بالشركة وليست من أطلس نتمنى تكون مشروع مميز للأجهزة المنزلية هيرمن هولس يشوق المشروع القادم من فريق سوني بنت فريق التطوير سوني بنت التابع لشركة سوني واللي قدام لعبة الأكشن دايزغان يعمل الآن على لعبة جديدة وهذه المرة بعد خروج عدد من أسماء الرئيسية خلف لعبة دايزغان بعدم اعطاء الضوء الأخضر لتطوير جزتاني لها فريق التطوير الآن بمرحلة توظيف واسعة لمشروعه القادم وقاد استذيو هذا التطوير بشركة سوني هيرمن هولست من خلال تغريدة بحسابه بتويتر يشوق للمشروع الفريق القادم ويصفه بفكرة رائعة جديدة سوني تقول توقعوا المزيد من الاستحواذات لشركات الألعاب في سوق الألعاب من خلال حديثه بيحدث بانك أوف أمريكا ميرل رينش ميديا أشار الرئيس التنفيذي لقسم الأفلام السينمائية بشركة سوني توني فيني كيرا بأن سوق الأفلام والتلفزيون قد وصلت لقمتها ولا مجال للتوسع بشكل أكبر وأي توسع بأعمال الشركة راح يكون في قسم ألعاب الفيديو ومن أفضل من سوني للتوسع بهذا المجال مع جاحت كورونا شهد سوق الألعاب الفيديو توسع كبيرا بالألعاب ودخل كثير من المستثمرين بالسوق وذلك يعني ضرورة الاستحواذ على شركات وفرق التطوير الجاهزة سوني كانت قد أكدت نيتها الاستثمار بشكل أكبر بفرق تطوير الطرف الأول التابع لها وتأسيس فرق تطوير ناشئة جديدة بقيادة أسماء ذات خبرة بالمجال على غرار الفريق اللي راح تقوده جيد ريمونت والفريق الآخر اللي ضم أسماء رئيسية سابقة من بنجي تقارير علمية تقول أن لعبة باتلفيل تونتي فورتي تو كانت تعاني خلال أشهر الماضية والتأجيل كان متوقع لعبة باتلفيل تونتي فورتي تو من شركة إي إي وفريق تطوير دايس كان من المفترض صدورها بشهر أكتوبر القادم قبل تأجيلها لشهر نوفمبر الآن يأتينا تقرير إعلامي من شبكة جيمينج انتي يشير لكون أن اللعبة كانت تواجه مشاكل بالتطوير ومستواها من أشهر والتأجيل كان متوقع الاختبار التقني للعبة ببداية شهر أغسطس الماضي ومن خلال الانطباعات أشار لمشاكل كبيرة باللعبة وكانت بمستوى ضعيف لكن جاءت التقارير بأن هذه النسخة كانت مبكرة جدا من اللعبة وبعدها جاءت تقارير أخرى من مصادر مقربة المشروع للشبكة تشير الكثير من الإخطاء التقنية والمشاكل باللعبة بتلك المرحلة EA وفريق التطوير دايس أخذوا موضوع الصمت حيال المشروع لحين الكشف الكبير عن اللعبة بحدث جيمزكام وهو ما صار كان من المفترض استعراض اللعبة بالحدث والإعلان عن موعد انطلاق البيتا بحسب مصادر خاصة لشبكة جيم جنايت ففريق التطوير دايس يشوف أن هذه اللعبة كعودتها القوية لسوق الألعاب بعد إخفاقات سابقة بلعبة باتلفيلت فايف وحالين يعمل فريق بهدوء لحل كل المشاكل خلال الأسبوع الحالي رح نحصل على تصريح رسمي منهم تسريبات تبين لنا كثير من تفاصيل حول بروجيكت اندوس وبروجيكت كوبالت وهم يعتبرون مشاريع جديدة حصرية للإكس باكس التسريب الخاص بخدمة الباث جي فورس ناو كشف عن عديد من الألعاب اللي رح تنضم إلى مكتبة الخدمة وبينما أن بعض الألعاب رح تتوفى لمشتركي الخدمة مستقبلا إلى أن العديد منها كان نوعا ما فقط تخمين أحد العنوين الغامضة من تسريب هي بروجيكت كوبالت وبروجيكت اندوس واللي قامت شركة ويندوس سنترل المقاربة مايكروسوفت بمشاركتنا المزيد من التفاصيل حولها حيث أن بروجيكت كوبالت هو العنوان الجديد من إكسايل انترتينمت واللي رح يكون تجربة RPG وتصويب من منظور الشخص الأول واللي رح تأتينا بطابع الستيمبنك أما بروجيكت اندوس هو لعبة استراتيجية جديدة تأتينا من تطوير أوكسايد جيمز واللي قام بتقديم اللعبة الاستراتيجية Ashes of the Singularity ويبدو أن هذه اللعبة رح تكون شبيهة بألعاب Civilization بعد استحواث سوني فريق التطوير Fire Sprite يبدأ التوظيف لمشروع التالي قام فريق التطوير Fire Sprite اللي استحوذت عليه سوني مؤخرا بنشر مجموعة جديدة من طلبات التوظيف للبدع على مشروع التالي واللي لازال في مرحلة مبكرة جدا من عملية التطوير ويبدو أن الفريق يبحث عن المصمم الرئيسي للمشروع واللي يقدم مغامرة تركز على السرد القصصي مع قيام المصمم بتحديد العناصر الأساسية للتجربة المعلومات الثانية اللي حصلنا عليها هي بحث الفريق عن مطورين ذو خبرة مع محرك التطوير Unreal Engine 4 هذا يعني بأن المشروع قد يبدو عملية تطوير على هذه النسخة من المحرك لكنه ما ينفي انتقاله في وقت اللاحق إلى Unreal Engine 5 لعبة Pokemon Unite تكسر حاجز 9 مليون على جهاز Nintendo Switch Pokemon Unite هي لعبة موبا مجانية تمثل تعاون بين Nintendo وشركة البوكيمون من جهة وبين عملاق الانتصالات الصيني Tencent ومن جهة أخرى اللي قامت بتطوير اللعبة من خلال فريق التطوير TIMI Studio ويبدو أن اللعبة تحق نجاح معقول جدا شركة البوكيمون أعلنت أن Pokemon Unite تجاوزت حاجز 9 مليون عملية تحميل حتى الآن على جهاز Nintendo Switch رئيس كابكوم سابقا ينظم العائلة سوني انظم كيتيورو أوراتا الرئيس التنفيذي لشركة كابكوم السابق بفرعة الأمريكي إلى شركة سوني للتسلي التفاعلية بوظيفة رئيس العلاقات مع مطوري الطرف الثالث في اليابان وآسيا وأعلنت شركة سوني عن هذا الخبر عن طريق صفحة رسمية باللغة اليابانية أوراتا عمل بوظائف إدارية في مايكروسوفت سابقا قبل ما يعمل عن رئاسة أقسام كابكوم في أمريكا وكذلك أوروبا لمدة عشر سنين وهذا كانت أخبار الأسبوع لهذا الأسبوع كما عكبت الشيحة يا تكمل عافية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر